الكثيرون من متتبعي مجموعة جيد جلالة ما كيعرفوش أن مجمل أعمالها تورية ومليكاً دويو على التورة ما كيتقصدش بهالتورة ضد النظام أو شي حاجة من هذا القديل لكن المقصود هو التورة دي المجموعة ضد بعض التقاليد الموروطة اللي كتكبل عقل الإنسان وكتخليه آسير لمصير محذدوش هو بيديه ففي الغالب كنا كنسمع أن البكاء دواء أو أن البكاء شفاء وأنه بالبكاء من قدر وجهه معدلة من المعضلات أو أن نبيه كنستسلم القدر دينا لكن غد جيجي الجلالة فأواسط السبعينات باش تقول في أغانيها أن بحال هاد الأمثلة خاطئة وما خاصش نصدقها من خلال أغنيات الجبال الواقفة اللي كتقول في أحد مقاطيحها اللي خذت طعنى بسيف الوافي على أفراق الحباب روحوا عوالة اللي كذروا من ندوي شافي وزد البكاء اللي ماتوا ثالة ولانا نبكي على سلافي غدى العين تبياض والدير جلالة فضل ما ينهاروا كتافي واللي عليل ما تفخر به سلالة ماتوا خايف اللي غابوا عاشوا زمان فيه استعبوا العيش هاحنا فتحابوا قوي جناحك وسير قلبي راهية من ظلم تفوت اطلاق مجموعة جيل جلالة كما هو معروف كانت في سنة 1972 مهد لها الشاعر والزجال شهرمان من خلال تمرد على الأمثال الشائعة الخاطئة من وجهة نظر شباب هذه الحقبة وهي الأمثال اللي كانوا كيصدقوها بالزردية الناس وهي كانت تدعو في ضياتها الخنوع والرضى بما لا يقبله المنطق وكانت أول أغنية شهراتها هي أغنية الكلام المرصع المليئة بالمعاني بالإضافة إلى أغنية العاربوية وجلالة والكلام المرصع كان لها وقع كبير في أول سهرة غادي تحييها الفرقة بمصرح محمد الخامس بالرباط نهار 7 أكتوبر 1972 فكانت الفرقة قد ضمن هذيك الساعات الفنان الممتل مرحوم محمد مجد والمعلم عبد الرحمن باكو اللي غيلتحق من بعد بالناس الغوان إلى جانب أعضاء جيل جلالة المعروفين وهذه السهرة شارك فيها كبار الفنانين منهم محمد البيضاوي والمرحوم عبد القادر الراشدي وعبد الهاذي بالخياط لكن قاعة هذات بالجمهور لكي طالبوا الفرقة أنها تبقى على الخشبة حتى أن أعضاءها ندهشوا لأنهم كانوا في أول تجربة لهم وأمام عمالقة الفل المغربي والسهرة كانت منقولة بطبيعة الحال مباشرة عبر التلفزة المغربية وشفوها كل مواطنين وهكذا لقات مجموعة جيل جلالة شهرة واسعة في أول ظهور لها وفي كواليس المسرح كان أول واحد شجع الفرقة هو الكبير المقتدر عبد القادر الراشدي رحمه الله اللي تناقش مع الفرقة في الإقاعات وعبر على إعجابه بالأداء ديالهم والمعروف أن الراشدي من الفنانين اللي وضفوا مختلف الإقاعات المغربية في الأغنية العصرية المغربية وكان خبير في هذا الشيء بامتياز من بعد جاحمد البيضاوي اللي كان مسؤول في هذه القتاة بالإداعة الوطنية باش يخبرهم بأن جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله أمر باش تبقى جيل جيلانة في الرباط حتى يتلقى بهم هذا الخبر المفروض يكون خبر صار لكن العكس الفرقة بدأت كترعد من الخوف لأنهم كانوا عارفين حمولة الأغاني اللي كانوا كيئديوها والضرفية ديالوقيتها جيد معقدة فالمغربي الله خرج من محاولة انقلاب السخيرات 1971 ومحاولة انقلاب ديال1972 هادش كله خلهم أسير التكهونات زعم أش غيكون بغي منهم الماليك الغدليه جلد داهم الأقصر تم ملقى أغلب الفنانة المغربية وفي الجيهة الأخرى مرزج شفاف كان جالس لمرحوم الملك الحسن الثاني والأمير مولي عبد الله بالإضافة إلى بحنيني كي يهضروا بيناتهم وفي المقابل الصمت نزل بالتقل ديالو وسط الفنانة فخرج الحسن الثاني وسول والجاو جي جلالة فقالوا لي آه جاو فاطلب منهم يحضروا قدامه شاف فيهم عجبوا الباسهم اللي كانوا لابسين حيث كان مخيط بطريقة تقليدية وكي يعكس فونو الخياطة التقليدية وهو يقول لهم أهل الدار تابعوكم برحفة الفازة وأنا ما تمكنش باش نتفرج عليكم فعودوا أديوا الأغاني اللي قدمتوها البارح الخوف كان مازال مسيطر على أعضاء المجموعة فقلس للملك الحسن الثاني في الأرض وقدامهم بإخرى وبدأت جيل جلالة في أداء أغنيات الكلام المرصع اللي كانتقول كلماتها الكلام المرصع فقد المضاق والحرف البراق ضيع لحد ياك الدلم حاك يا سيدي عفاك وكلمة عفاك ما تحيد شدة هذا المقطع الأخير تعتبر في هذه الحقبة واللي بدع فيه شارمان كلمة عفاك ما تحيد شدة كيمشي عكس المألوف اللي كان كيقول أنك لك أنت بغي شي حاجة خاصة ترك عليها وهذا مرفوض في كلمات جيل جلالة ومن لي سلو الأغنية وقف المالك الحسن تاني وقال المجموعة ما عندي ما نسلكم هذه هي التمغربيت ومن بعد هذه الواقعة ولت مجموعة جيل جلالة ضيف دائم على القصر ترجمة نانسي قنقر